ازاي تقدر تربح من منصة جوجل بارد خمسمية سبعة واربعين دولار كل شهر من منصة جوجل بارد منصة الزكاية الاصطناعي الخاصة بشركة جوجل لما تيجي تضيف الموقع بتاعك فيه منصة أدسترا وان شاء الله موقع دائل اللي نشتغل عني النهاردة واللي نقدر بنحصل عني أرباح خمسمية سبعة واربعين دولار جوجل بارد بقى متاح باللغة العربية وأحسن من تشات جي بي تي تشات جي بي تي معلومات وقفت عند 2021 لكن جوجل بارد مزان مستمر ومعلوماته حديثة ومش محتاج انك تعمل أبغرين لتشات جي بي تي فور دلوقتي جوجل بارد تجربة حاول استغلها لان بعد كده ممكن تبقى فلوس وقولك الفيديو ده ازاي تقدر تربح من جوجل بارد اكتر من خمسمية دولار شهريا ويلا بيناكت عشان ما تقولش عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتكلم عن جوجل بارد وازاي تقدر تربح منه بشكل صحيح على منصة لوجر ومنصة ادسترا المنصتين المعروفين انك تقدر تجيب منهم ارباح كبيرة جدا بس حاول انت تستغل الشغل بتاع جوجل بارد صح بالوقتي انا سيب لك رابط رابط دخول على جوجل بارد في التعليقات او الوصفة دلوقتي انا بيقول لك اي حاجة انت عاوزها وباللغة العربية يعني على سبيل المثال انا هقول لجوجل انا عاوز كلمات مفتاحية اقدر استهدف بها دولة معينة يعني ونفترض منها استهدف الولايات المتحدة بحيث ان يجي زيارات واغلى النقرات موجودة عندي في الولايات المتحدة انا هقول له هنا انا اريد كلمات مفتاحية غالية والاكسر بحثا في الولايات المتحدة ازا نقرأ غالية بعد كده بقول له هنا ارسال وبستاني اشوف الرد بتاع جوجل بارد هيقول لي ايه? طبعا جوجل بارد هنا يعني بيقول لي على الحاجات اللي هي اكتر كلمات مفتاحية بحثا ويفضل انك تستخدمه عن معروف ان معروف ان معصة الزكاة الاصطناعي لكن جوجل بارد يعني تبقى الافضل في اي حاجة. دلوقتي انا بقول لك تأمين السفر تأمين السيارات تأمين المنزل تأمين الاسنان تأمين الرؤية تأمين العناية بالاقدام تأمين الحيوانات الاليفة تأمين مرض الخطير تأمين اعادة تأهيل بقى. لو جنا نشوف هنا على تأمين الحيوانات الاليفة وبقول له هنا اتقابي وبرجع تاني ببحث على جوجل وبشوف كده عندي حوالي تلاتة مليون مستخدم في الولايات المتحدة الامريكية هما ببحثوا عن كلمة تأمين الحيوانات الاليفة اتيجي تنزل تحت كده خالص حد ما تلاقي عمليات البحث ذات اصلها. خلي بالك بقى انك بتروح عندك على تأمين الحيوانات الاليفة وتقول له هنا قبل وتروح عندك على اي تكس ان شاء الله حتى لو هتعملوا عندك على الكمبيوتر وبتضيف الكلمة المفتحية الاولانية هنا وتروح عندك عند العمليات البحث ذات اصلها بتاخد اول كلمة وتقول له هنا نسخة وبترجع تاني هنا تقول له هنا لصقة وبتنزل كده خطوطين تحت وبتروح برضو بتاخد الكلمة اللي بعدها بتقول له هنا نسخ برضو قبيل ويترجع هنا لصق بست حاول نرجع تاني كده كنترول زد وناخد بس الكلمة دي وقاله رجعت من جديد زي ما انت شايف انا هشتغل على التالية كلمات مفتاحية دول وهاخد اول كلمة وقاله نسخ وروح تاني على جوجل بارد وبقاله هنا اكتب لي موضوع عن تأمين الحيوانات الاليفة ومن هنا بضغط على كلمة الرسال وهو بيبقى يكتب موضوع عن تأمين الحيوانات الاليفة ميزة جوجل بارد هنا انه هو بيتعامل باحدث المقالات اللي هي موجودة دلوقتي على جوجل يعني موجودة دلوقتي على النصته يعني مش محتاجين ان احنا نروح لتشات جي بي تي فور وتشات جي بي تي فايف علشان نقدر نعمل الابغريد للاكاونت بتاعنا لا خلاص جوجل بارد بيحل محل كل حاجة دلوقتي بس حاولك تستغله لان هنا بيقول لك بارد تجربة يعني حاول تستغل النقطة دي لان بعد كده الله أعلم ممكن يكون بفلوس دلوقتي انا اخد الكلام اللي هو كتابولي ده واقول له قبي واروح عندي اللي تحت الكلمة المفتحية واقول له بست تمام كده يبقى انا كتبت عن تأمين الحيوانات الاليفة برجع كده بقول له هنا تأمين الصحي للقطط وبقول له هنا قبي نرجع تاني لجوجل بارد بقول له هنا اكتب موضوع عن تأمين الصحي للقطط وبغط على ارسال وبستنى شوية لحد ما يتم توليف او توليد الكلمات اللي هيقدر يجبها لي او الموضوع اللي هيجبولي اكيد كتب لي احسن موضوع بعد كده بنزل تحت كده عشان اخد الكلام ده من جديد وبقول له هنا قبي وبرجع تاني بقول له هنا بست عندي في الكلمة المفتاحية دي خلي بالك انه هو تقريبا كتب نفس الكلام يعني لو جيت تلاحظ ان الكلمة بالإدليزي موجودة برضو هنا بس الكلام اكيد مختلف لو جيت تلاحظ عشان ما تقولش في مشاكل في كوبال برض لا خالص الدنيا هنا قويسة جدا دلوقتي بتاخد برضو اخر كلمة مفتاحية وتقول له هنا قبي وبعد كده بتقول نفس الكلام اكتب موضوع معين عن وتاخد التأمين على السروة الحيوانية وبعد كده بتقول له ارسال وبتنتظر لحد ما يكتبك المقالة من جديد هتنسح نفس الكلام اللي هيكتبه لك زي ما انت شايف كده وبعد كده بتحطها تحت بقى الكلمة المفتاحية ودي كانت اخر حاجة احنا عملناها وتقول له هنا لصق اللي بقى لك بقى من نقطة مهمة انت لازم تكون عارفها بعد ما تيجي تنسح كل الكلام ده كل عليك بتقول له كنترول اي يعني تحديد الكل وتقول له هنا مسخ وتروح عندك على الورد او تضغط كنترول في وتقول له تاني كنترول اي وتقول له بلا تباعد وبتخلي الكلام يمين وبتطلع كده بتروح عندك على الكلمة المفتاحية وبتخليها على شكل عنوان خليه ده عنوان اول عنوان اتنين ودي عنوان اتنين ودي كمان عنوان اتنين بتشيل اي بس فراغات او اي زيادات وبعد كده بتقول له تاني كنترول اي وتقول له كنترول سي او قبي او نسخة وترجع تاني على المنصة اللي احنا كنا شغالين عليها وهي منصة بلوجر وتروح عندك على منصة بلوجر بالشكل ده كده وبتقول له هنا انشاء مشاركة جديدة ومجرب ما تيجي تضغط عليها ليحاولك على الصفحة الفاضية دي بتقول له هنا لسق الكلام اللي احنا كتبناه وبتقول له برضو كنترول اي تحديد الكل وبتروح عندك على كلمة الخط هنا وتخلي خط كبير وتقل الخط اللي هو هنا غامق بعد كده بتقل الخط وتكبر الخط برضو بتقول له كنترول اي تحديد الكل وتخلي الكلام في وسط الصفحة بحيس ان هو يكون متناسب الكلمة المفتاحية بتاعت ما كانت بتتكلم على تطلع فوق كده تاني تأمين الحيوانات الاليفة تاخد الكلمة المفتاحية دي تقول له هنا قبيع او نسخ وبترجع تاني على العنوان بتضيف العنوان اللي هو بالشكل ده كده يبقى العنوان تأمين الحيوانات الاليفة رابط ثابت تحاول تختار رابط ثابت دي تخليه رابط مخصص تأمين الحيوانات الاليفة بحيس ان هو يكون موجود في الرابط اللي فوق اليرل. بيكون برضو موجود نفس الكلام اللي خالها عنوان. بعد كده بتروح عندك على التصليفات اختار التصليفات اللي انت عاوزها. على سبيل المسال اختار في معلومات عامة. بنزل تحت كده شوية بقول هنا الوصف. خلي الوصف بتاعنا. برضو نفس الكلام. ادخل الوصف هنا بتحط اول كلمة المفتاحية دي. تمام? وبعد كده بتقول له نسخ. وتروح انت تضيفها في الوصف كده. لان الوصف مش محتاج الا مية و خمسين كلمة زي ما انت شايف كده. طيب. قال لك الموقع انت حابب تخلي المقالة دي تظهر في موقع معين. ممكن نخليها الولايات الامريكية. تمام? خلاص هو كده تضغط انتر على الطول بيعمل تحديد للولايات المتحدة الامريكية. يبقى المقالة دي انا مش عايزة تظهر الا في الولايات المتحدة الامريكية. واكيد انت محتاج تضيف صورة. انا بروح عندي على منصة كنفا تقدر تعملي اي صورة انا عاوزها. بكتب بس عند العناصر عناية بالقطة. بعد كده باختار اي صورة انا عاوزها وبضفها عندي في البس ده. بعد كده برجع تاني على تعديل المشاركات بعد ما اعمل تنزيل للصورة. بروح بعمل عندي ادراج صورة وتحميل من الكمبيوتر. باختار الصورة او الملف اللي انا رفعه او منزله عندي كده بالشكل ده. بلونات اللي هو آآ موجود عندي سوق في صندوق. ده كان اسم الموقع الذي شغال عليه. اخترت الصورة اللي انا كنت اعملها من شوية. بقى انا محددها كده. ونكبر الصورة شوية. خلي بالك من نقطة معينة علشان تتوافق مع محركات البحث على جوجل. انك بترجع تاني بتاخد مسخ للعنوان ده. وبترجع تاني للصورة بتضغط عليها ضغطة كده. وبتضغط عندك على علامة الترس دي. لحد يقول لك هنا النص البديل وهي النص العنوان. بتحط الكلمة المفتاحية تقول له هنا في النص البديل ونص العنوان بحيس انه يبقى شكل ده كده. بتقول له ده كلمة تعديل ده. خلي بالك بقى لو انت حبيت تضيف وانت لو فاهم يعني ايه اظن انت هتعرف تعمله ازاي لو انت مش فاهم انك بتاخد كلمة زي دي مسلا على سبيل المسال ان انا اختار تأمين صحي للقطة. تقول له هنا. برجع تاني ببحث على نفس الكلمة على جوجل ببحث عنها اللي هو باخد الكلمة او الرابط ده وبرجع تاني بقى انا رايح اعمل حاجة اسمها الارتباط ابتشع عبي بضغط عليها ضغطة كده وقول له هنا لصق. وقول له فتح هذا الرابط في نافذة جديدة وقول له تطبيق. برضو بتعمل يعني مرتين تلاتة ويا سلام لو انت بتضيف كلمات مفتاحية من نفس المقالات اللي انت بتكتبها هعندك في الموقع. بعد كده خلاص انا كتبت كوني المقالة اللي انا عاوزها. تضغط عندك على كلمة نشر. وتقول له هنا تأكيد. خلي بالك بقى ادي كده شكل المقالة اللي انا عملتها اللي هي بتتكلم عن تأمين القطط او تأمين الحيوانات الاليفة. ادي كده شكل المقالة بالنظام ده كده. طيب. دلوقتي بقى انا عاوز اعرف حاجة مهمة. ازاي يقدر اربح من المقالات دي. ازاي يعرف ان بيجي لي عليها زيارات كويسة. كل عليك انك بتروح عندك على ملصب بلوجر وبعد كده بتروح على احصاءات الموقع بتاعنا. وزا ما انت شايف النهاردة قدرت احصل على الفين اتنين وعشرين زيارة. كزلك برضو امبارح كنت آآ جايب الف وشوية وعندي هنا آآ آآ عندي الشهر ده. قدرت احصل على واحد وخمسين الف زيارة من الولايات المتحدة. لان تقريبا شغلي انا بستهدف الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. بحيس ان هو يكون زاتة مغرأ اكبر. لقدر ان انا احصل عليها على ارباح من مصر. وبكده ان الشرح انتهى. اتمنى ان يكون الشرح عاجبك. يا ريت من النساء تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة. ولو افتكت اي حاجة توصل معي في الكومنت وارض عليك ان شاء الله. شوفكم في حلقة جديدة مع السلامة. اشتركوا في القناة